موسيقى لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بحالات اختناق جراء حرائق الغابات المشتعلة في جنوبي فرنسا وزاد من انتشار النيران الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط حيث امتدت إلى سبعة ألاف هكتار من الغابات أي ما يعادل سبعة عشر ألفا وثلاثمائة فدان صيف ساخن شهده العالم هذا العام بين كوارث طبيعية وزلازل وكفاح ضد كورونا وقد جاء اشتعال الحرائق في أكثر من منطقة ليزيد من لهي بفصل الصيف ونالت أوروبا على جوها الماء للبرودة نصيبا وافرا من الحرائق التي اشتعلت لأسباب مختلفة على رأسها موجة الحر الشديد التي لم تشهدها القارة العجوز منذ عقود نتيجة الاحتباس الحراري ففي اليونان بزل رجال الاطفاء جهودا مضنية لإخماد حريق استعرف واحدة من آخر غابات الصنوبر الباقية قرب أسنة وكان أكثر من خمسمائة حريق اندلع في الأسابيع القليلة الماضية في أنحاء من اليونان لتدمر مساحات واسعة من الغابات وتقبر السلطات على إجلاء الآلاف من السكان وفي فرنسا قتل شخصا وأصيب آخرون بالاختناق نتيجة الحرائق المشتعلة لليوم السالس على التوالي جنوبي البلاد كما أتت النيران على آلاف الأفدنة من الغابات وأكبرت الألوف على إخلاء منازلهم ومخيماتهم ولم يتسنى لرجال الإطفاء حتى اللحظة احتواء الحريقة بسبب الرياح القوية التي تؤجج ألسنة اللهب ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية التي لم تسلم من الفيضانات العارمة الشهر الماضي حتى اشتعلت النيران في بوليفيا وأتت حرائق الغابات هذا العام على حوالي 150 ألف هكتار في مقاطعة سانت كروس قرب الحدود مع البرازيل وأفاد مسؤولون بأن ارتفاع النيران زاد على خمسة أمتار فيما تجاوز ارتفاع أعملة دخان أربعين مترا مشيرين إلى أن منطقة تأسامة ياسا هي لأكثر تضررا من الحرائق التي تهدد محمية طبيعية وإلى الشرق الأوسط حيث شهدت الجزائر حرائق غابات مدمرة إلا أن الجزائر اتهمت مجموعتين صنفتهم مؤخرا بين المنظمات الإرهابية بإشعال حرائق الغابات المدمرة بالبلاد وصفت بأنها الأشرس وتسببت في أضرار بالغة والسقوط ضحايا في عدة محافظات ويبقى تساؤل مقلق حول مدى قدرة أعتى البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة وما تستدعيه كارثة تغير المناخ من مآس في جميع بلاد العالم بالتزام خرج حريق اندلع في ولاية كاليفونيا الأمريكية عن السيطرة بعدما أتى مع المقترب من 215 كم مربع ونقلت ضحيتان إلى المستشفى على متن مروحية بعدما دمر الحريق الذي استمر ما يقترب من أربعة أيام أجزاء من إحدى المناصق السكنية بالولاية الأمريكية وكان ألاف السكان يستعدون للفرار جراء انتشار النيران التي تجتاح غابة الدو الوطنية بسبب الجفاف الشديد والرياح القوية بعد أن توسعت رقعة الحريق ثمانية أضعاف خلال 24 ساعة ولم يتم السيطرة إطلاقا وبحسب آخر بيان نشره جهاز الإطلاق اشتركوا في القناة